عزيزي العراق في صميم وفي قلب الاقتصاد والأمن والسياسة في كل أقليم الشرق الأوسط الآن ربا ضارت النافعة لكن حرب روسيا أوكرانيا زادت من القيمة الاستراتيجية للعراق لأنه مرتبط أيضا في الموقف بين إيران التي أصبحت منخريطة وإلى حد التورط في الساحة الأوكرانية ومن جاحة أخرى سعي وعلان العراق بأنه يريد أن ينضم لمشروع الشام الجديد والإندماج الاقتصادي وأعود مرة أخرى لتصريحات ناتنياهو بلينكن تم ذكر بصريح العبارة قضية منتدى النقب المرتبط بالاتفاقيات الإبراهيمية وأن ذلك سيتضمن سلسلة من التعاونات ليست فقط اقتصادية اقتصادية وأمور أخرى تتعلق بالبيئة المناخ جودة المياه جودة الخدمات الصحية وفي آخر ما ذكر التعاون الأمني الإقليمي فهذه المسائل يا عزيزي مرتبطة ببعضها بعضا وزادت من الأهمية الاستراتيجية للعراق وحدة الدول أيضا في الإقليم هذه فرصة إما أن تختار الاستمرار في النهج التصادمي الذي فيه ولاء لخارج العراق أكثر ما فيه ولاء للعراق والعراقيين وإما أن نقول لا العراق أولا ومصلحة العرب في هذا الإقليم أولا ليس بالطرح الفاشي الذي تسمت فيه بعض النظم السياسية على مدار قرن من الزمان في المنطقة العربية وإنما على المثار التعاوني بمعنى أن هذه المصالح تجمع ولا تفرق وأنه بالإمكان أن تتفق على بعض الأمور الاقتصادية بصرف النظر عن الخلافات السياسية عندما تصل الأمور في موضوع إيران لا تستطيع أن تفصل بين هذين الخيارين أو هذين النهجين لأنهما كل متكامل إيران بشكل أو بآخر تنتهك سيادة العراق وترتهن اقتصاده وتختطف اقتصاده وهذه المسألة الآن يضغط فيها ليس فقط واشنطن تضغط فيها عواصم أيضا شقيقة عربية على بغداد بأنه آل الأولى لاتخاذ موقف أنت مع محيطك العربي أم أنك لا قدر الله تستمر بشكله بآخر رهينة لنظام الملالي في طاران ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر